قرر مجلس الوزراء السير في مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية خلال جلسة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصونة بموجب القرار تم اعتماد الخطة التنفيذية والإعاز إلى الجهات الرقابية استكمال إنجاز إزالة التقاطعات فيما بينها خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار وتضمن القرار تفويض دائرة الجمارك الأردنية بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية الحدودية المتعلقة بمهام المعاينة والكشف وسحب العينات وفق التشريعات النافذة لحين تعديل هذه التشريعات ويأتي القرار بهدف تسهيل الإجراءات على المنافذ الحدودية وإيجاد مرجعية موحدة تشمل جميع الإجراءات التي كانت منوطة بجهات عدة